اشتركوا في القناة من الاستمرار بتعيني من التطور بتعيني من كتير اشياء يعني فعلا زار فيها هلأ مثل غياب كبير لكل النشاطات الرياضية عم نشوف هيك يعني وجود كتير خجول اذا بدنا نقول انجا عم نشوف شوية نشاطات كتير صغيرة ولكن منع على صعيد يعني عالمي ادي خطر هذا الموضوع اليوم يعني بطبيعة الحال الوباء ما بيرحم حدا اذا واحد ما تعامل معه بوقاية شديدة طبيعة الحال الرياضيين بلبنان متأثرين جدا بهذا الموضوع خصوصا المنتخبات الوطنية بكل الرياضات بكل الالعاب يعني بتشوفها المستوى نزل الاجسام قد غير في رياضات ازمة مارسية يوميا بشكل منتظم وبأداء معين بينزل اللفل عند الرياضيين هذا على المستوى عم بحكي أنا النخبة حتى سبور بكل الحالات رجع لورا مثل كل شيء الأشغال المدارس مية بالمية كل شيء لورا يعني كل شيء لورا ولكن اليوم منحس انه اذا خسرنا هذه الصحة البدنية مشكلة كبيرة يعني حتى على صعيد العقل الانسان ما عنده عالية مزبوط اذا هو جسديا صار عنده هيك ضعف جسديا عم يخسر عضلاته عم يخسر كل النشاط طبعه يلي إله سنين بيشتغل حتى يوصل لفتنس تلفل معينة هيك فجأة صرنا بنقطة الصفر او ما تحت الصفر هل في خطة اليوم للعودة اكيد اول شيء الرياضة شققين اذا بديك نعم العام يلي عم تحكي عنه يلي كل الناس لازم تعمل رياضة مشان صحطة مشان الحركة البدنية مشان عقلة وفي شق تاني يلي هو السبور الموجه يلي بيكون فيه رياضيين عنده المشروع نعم مشروع اذا بديش اقول احترافي بس مشروع الوصول لمنتخبات وطنية لتمثيل لبنان للبروز والابداع بالخارج هيدا عنده غير غير نمط من الممارس يعني هولي بيكون الرياضة هي مهنة بحد ذاتها وعم يخسر واحد مهنته يعني بكتير من الاحيان فينا نقول مهنة إن كان مدرب ولا رياضي متفوق ولا كان اكاديمية ولا اي شي بالنهاية كمان مرفق من مرافق الحياة المعيشية اللي بيقدر واحد يعيش منه لكن نحن كإداريين رياضيين نحن بمفهومنا مفهوم أوليمبي اللي هو مفهوم التطوع نعم يعني كنا كلنا بنيفول لخدمة الرياضة يلي نحن منحبها ويلي بدأنا فيها نعم أكيد متل ما تفضلت إنه البنية البنية البدنية للإنسان لما بيوقف مزاورة الرياضة أو أي عمل ما بتلاقيه ترهل يعني بطل عنده الإدراء بطل عنده الكفاءة بطل عنده الحماس كل هالإشياء بتنزل أكيد مفترض أنه يكون عندنا خطة بديلة في خطة بديلة لكن بطيقة ومش بالمستوى يلي كانت ماشي فيه الأمور على طبيعتها مع التباعد الاجتماعي مع الوقاية التامة يعني 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 لعبة الفتبول بمكان ما فيه احتكاك بس أكيد إنه التمارين وهالتحضيرات يلي هي بالوضع الاستثنائي اللي احنا فيه عم بيكون بنمط معين وبيخطة معيني بس للحفاظ على حد أدنى من المستوى من الخبرة من اللياقة من هالإشي هاي طبعا ما فينا نوقف كل شي بالمرة ضربة وحدة لكن الخطة بطيقة أنا فيه يقول إنه ما توصلنا كتير يعني والعربي مستوينة من الأوائل بمنطقة غرب آسيا كمان من الأوائل ودايما نحن بيكون عنا تمثيل لبنان بالألعاب الأوليمبية لأنه دايما بيكون فيه وبياخدوا لاعب ولاعبي عن هالمنطق اللي هي غرب آسيا حتى بالبحر المتوسط مستوينة جيد بس بس نطلع أكتر من هيك بصير المستوى كتير عالي وعنا صعوبة بمكان ما مش أنه نحن معنا طموح أكيد عنا طموح لكن وجودنا بقرة آسيا على مستوى قرة الطولة هي القرة الأصعب يلي فيها الصين واليابان وكوريا وسنجافور يعني هالمستويات المنتخبات الأسيوية الكبيرة هني أبطال العالم فأكيد أنه نحن الطموح عند رياضينا دائما موجود والتارجت محطوط لكن هيدا كله بيتطلب ببارالل مو أنه يكون عندك مواكبة من الدولة يكون في دعم يكون في سبونسور يكون في زهنية معينة يكون في معسكرات بالخارج يعني بيتطلب جهد ووقت ومصاري كتير لمواكبة هالدول المتطورة هالأد اليوم يعني منشوف حالة البلد مأسوية أدي عم بيكون يعني واحد قادر أنه يطلب دعم للاتحاد ودعم للأندية وإلى ما هنالك قديش قادرين تطلب دعم للرياضة المشكلة من مي بكتطلب الدعم للدولة قادرة تدعم هالمرفق هيدا بوقت يلي كان مفترض أن تكون مدعومك أكتر من هايك بالحالة الطبيعية اللي كنا فيها ولا سبونسور أو الشركات يلي اليوم شايفين احنا بمعظمة عم بتذكر للأسف يعني ما رح قولها لأدي الصورة ضبابية بيضل فيه جزء بيضل فيه فلسل أرملة واحد يهدي حاله بيضل فيها الشمع مضوية لحتى ما يكون عتمي كتير باكتر 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 بيضل فيه شوية أمل لحتى نعبر هيدا المرحلة هل الرياضيين عم نشوف أنه على يعني على الصعيد الشخصي هني عم يشتغلوا على حالهم أكتر ايه بعض الرياضيين ما بيوقفوا بيضلوا يشتغلوا على حالهم هني على كلفتهم الخاصة أكيد باش على كلفتهم بس على المواقع الهني موجودين فيها لأنه اليوم فيه ظروف إساسنائية صحية أكيد بيشتغلوا على حالهم ببيوتهم بأنديتهم القريبة بأماكن يعني ما بتشكل خطر لا عليهم ولا على الآخرين كيف عم يدعموا حالهم أكيد فيه أهل بعدهم عم يدعموا أولادهم فيه أندي ضمن إنكانيات كتير قليلة عم بيقدروا يدعموا هيدا فلسل قرملي والشمع يلي قلتلك أنا هلقد متواضع وهيدا ما بيستمر يعني واصلين على محل نحنا هنكون كتير تعبدة إن شاء الله ما نوصلوا مثل ما نشوفوا الأمور رايحة على محل ما في بصيص نور من مطرح تلقى نستمر بحياتنا الطبيعية ويلي هي جزء أساسي بالنسبة لإننا نحنا كرياضيين هي الرياضة نعم فبظن أنا إنه مفترض ما نوقف شو مكان ما نوقف العجلة تضل ندفي تبرم لكان الله فرجى وتغيرت الأمور يعني قدي صعب اليوم الأمية اللي كانت حتى أولادها بنشاطات رياضية واللي كانت تقل له لابنة ترك الأيباد وروح العب بسكت حلق بتقل له لقات الأيباد ودروس هون في مشكلة هون في مشكلة اللي احنا عم العيني منها كنا قبل وباء كورونا وقبل الضغط اللي احنا فيه إنه كل هالشبيبات الصغار أهم شي عنده هالتليفون والآيباد وده صحيح منه مركز على السبور حتى في بعض اللعبين على البانش بيكون الماتش ماشي مفترض إنه يكونوا عم بيركزوا على الماتش رفقاتهم عم يلعبوا فيه رفقاتهم يلي هني بالفريق وصلنا هم حالكنا عم ناخد منهم تليفوناتهم وعم نخليهم يركزوا على السبور أكتر لأنه عن جد إنه سرقلهم عقلهم يعني هالتطور التكنولوجي ما كتير بمكان ما خدم يعني إله حسنات إله سيئات بس في مطارح أكيد شتت الزهن على صعيد الرياضة ما خدم أبدا لأنه يعني صاد متل نوع من قدمين وعم يخد هالشخص من حياته الواقعية لهالعالم الافتراضي نعم يعني فيه خطورة كتير كبيرة اليوم يعني اليوم بالمدارس بيظل أنه العالم عم تدرس أونلاين حتى هالم معقول نلاقي أنه الرياضة نفقدت يعني إذا بطلنا حتى نعلم رياضة بالمدارس أدي خطر هذا الوضع يلي بالنسبة لأنه كان مقلع الرياضيين هو المدرسة نعم من المدرسة يكتشف اللاعب أو الطالب أنه عنده موهبة بسبور معين أو بيحب الرياضة وكنا من هون نحن نشوفهم المداربين ينقون أسازة الرياضة يشوفهم مين بيحب هيدا السبور أكتر مين وكانوا بعمار طبعا تحت العشر سنين ومن هون اللي بدوا يبلش لوحد يسقل موهبته الرياضية اللي عم بتتفضلي فيه مظبوط مية بالمية رح نفقد هالمصدر يلي هو المدرسة الرياضيين الصغار يلي هني بيكونوا مشروع الطالب المستقبل صعبة صارت منا هيني بس بواحد بابدوا ييقاس بدوا يتابعهم مع أهليهم مع أنديتهم يلي إذا فيه قادرين الأهل يحبوا أولادهم بأندي بدأ مطابع وصارت صعبة شوي قدام هم اليوم أنه يكون فيه فعلا دور للأندي الرياضية أو للاتحاد حتى أنه يكون له نظور أنه يفرضوا هيدا الشيء اليوم مثلما الولد بده يتعلم فرنسي ومات وسيانس مش معقولة نحنا نغضى النظر عن هالجسد وعن التدريب الرياضي كيف قادرين نحنا كاتحاد أنه نقدر نغير شيء شوفي هو العمل مترابط نعم البيت المدرسي النادي والاتحاد وبعدين الأفاق بتتوسع أكبر العمل مترابط يعني بحلقة وحدة ما بدي أقول عدة حلقات مطرح نحنا بحلقة وحدة وأكيد متأثرين كتير بهذا الموضوع وعن نشوف شو الصبل اللي ممكن أنه الإنسان يظل محافظ على بنيته وعلى قدرته إلى جانب الأمور الثانية بالحياة إن كان طالب بالمدرسة وأكيد عم بحكي مستوى الطلاب يعني الشغلة بد بد كتير جهد بد كتير انتباه لنقدر نستمر ونكفى يعني عم نصلي بقى تعبر هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن بقى القسائر ممكن بكل شيء ومناء الرياضة واكتشاف المواهب ومتابعة الرياضيين إن كان بدعم من أهلهم ولا كان بيسقل بأنديتهم ولا كان بمتابعة من الاتحادات شغلة صعبة السيد ساليم اليوم حدثت كنائب رئيس لجنة الأولمبية عشو عم بتشتغلوا أكتر شي بهالمرحلة شوفي نحن الألعاب الأولمبية عندنا متأسرة بمكان ما بزبدك كتير حتى الألعاب الأولمبية رابلش لك من فوق ورجع الألعاب الأولمبية توكيو 2020 اللي كانت مقررة بتموز هيد السنة نعم أجرت لتموز 21 مع إبقاء رمزية الرقم اللي هو 2020 وما كان خير لحدا يعني مثل ما شايفين نحص على كل العالم مرغم جمالية الرقم ورمزيته حتى بشوف أنا بالألفين وواحد وواحد وعشرين كمان ممكن تتأجل وراحين على تأجيل لأنه بعد عندنا حوالي تسعة تشهر لتموز 2021 بعد في تقريبا تسعة تشهر أو عشر تشهر فبالتالي أنه الأمور يعني المحطوط لأنه حلم كل رياضي يوصال على الألعاب الأولمبية ما نشايف رح تقام ومن خلال الألعاب الأولمبية كل الإفنتات اللي بتكون من تحته بتطلع من التصفيات للمشاركات القرية للمشاركات المناطئية يعني نحن عملنا كلجنة أولمبية التعاون الوثيق مع الاتحادات الرياضية وطبعا مع الدولة نحن كلبنان مع الدولة لبنانية مع وزارة الشباب والرياضة للمتابعة منتخباتنا اللي بكون عم تتحضر بالاتحادات اللي بدأ تغوص غمار التصفيات الأولمبية لانتقاء الأفضل منهم للوصول إلى الألعاب الأولمبية إن كانت شطوية ولا كانت صيفية لأن في ألعاب شطوية بنفس المستوى طبعا بتواريخ وثنوات مختلفة يلي هي كل شي على التلج وكل شي فنحن هون عم نتابع بعدنا ضمن شي اسمه التضام الأولمبية بعدنا عم نجرب نقدر نساعد لعبيننا يلي هن حاضرين لهالتصفيات هاي يعني نحن هاي دي مهمتنا وبعتقد إنه إذا بقيت هيك الأمور مع الغاء أو تأجيل بعد مزيد من الإيفنتات العالمية الطموح بقل والاستعداد بخف والحماس بخف وهون مشكلة عرياضيين وعلينا نحن كإداريين بنفس الوقت نعم يعني الإخسارات هتكون كتير كبيرة ومثل ما قالت اليوم بسنة 2020 يمكن حتى ما كان فيه مجال إنه للناس تتدرب مضبوط يعني إذا بدون يتحضروا لل2021 حتى منهم بقى مجهزين ومحضرين هالأدية على المستوى الشخصي هوني كيف بيصير يعني هو النشاط بيصير فردي ولا في في ناس بتدعم في اتحاد بيدعم كيف بيصير الشوفي يعني على المستوى الاستعداد أكيد بدي يكون هو فردي وانطلاء من الزيت نعم على مستوى المنتخبات هوني بدي يكون في رعاية من الاتحادات من الأندي يلي بتكون هي بدأت بهذه المهمة والاتحادات يلي هي عم تكفي متابعة المنتخباتنا الوطنية على مستوى الدعم مفترض إنه الدولة تكون عندها بمكان ما دعم لأنه هولي سفراء للبنان بالخارج وهن اللي بيرفعوا العالم اللبناني حقيقة يعني نحن بأكتر من مكان يكون عندنا شعور لا يوصف برفع العالم اللبناني وبتفوقنا على دول كتير كبيرة وبكتير من الألعاب الاتحاد مفترض كمان يكون محضر حاله لدعم هاللعبين اللجنة الأولمبية من خلال تضامن الأولمبي الدولي يكون كمان في بجت لهذا الموضوع لمتباعتهم وبالنهاية كله عمل مترابط دائماً بكل شيء في تعاون لوصول بحدا برياضيين موهوبين لمكان ما لهدف معي بدي يكون فيه حلقة كلنا بنشتغل فيها للوصول يعني أكيد الزات والرياضي هو انطلاقاً من نفسه انطلاقاً من بيته من أهله من نديه هن الأساس نعم هن يعني عامل التقليعة ومن هونيك ورايح الشغل بدي يكون ماشي بحلقة متكاملة عم بتلاحظوا شيء هجرة رياضيين سبقت قلتلك اعرف شو بديك تقولي لي في كتير من رياضيين بالخارج لما بيكونوا بالخارج بيلعبوا بيقسم البلدان اللي هن فيها هلأ ما فيه هلأ ما فيه بطولات على مستوى عالمي لكن فيه فيه تحضير أحسن من عندنا نعم بيضل المستوى شوي يتحافظ علي أكتر من لبنان حقيقة حتى بالقيام الطبيعية بالخارج كان الوضع أحسن بعطيكي أنا مثلا على مستوى رياضيين منتخباتنا في عنا نخبط لعبيننا بره بسميهم يعني داود شعيب ملك خوري محمد حمية فيه فيه لعبين ممتازين بالخارج للأسف 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 لألنا جيد لك لألنا جيد لك لألهم جيد لألهم أكيد نحنا متمنى لهم نتوفقوا نحنا عتواصل معهم على فكرة يعني وأكيد بره أحسن بس من خاف أنه يبقوا بره يعني الخوف من أنه بالنهاية عندهم حياتهم يعني نخسرن على صحيح الوطن نخسرن نعم في كتير من الرياضيين الأندي عم بهجروا يعني أنا بعرف كم كبير من الشباب والصبايا يلي صاروا برات لبنان وهلهم مجرن يعني أنا كل يوم بح أتواصل معهم مع كتير من الشباب مشاريع هجرة حقيقة شي مؤسد يعني عم نخسر أدمغة عم نخسر رياضيين كل شي يعني يرفعوا اسم لبنان بالعالي كنا نتطلع على إنجازاتهم كل شي عم نخسره بالأسف وبسرعة يعني التدهور السريع هذا ما بارف كيف ينهد إذا فينا نهدي ما بارف متأمل أنه جائحة كورونا هيك تنحد يعني يكون في أي خطة أي شي لحتى نقدر نعاود الحياة هيك بصورة طبيعية قدي كمانا اليوم الرياضي لما ما بيكون رياضي بقى ما بقى عم يشتغل بالرياضة ما بقى عم يقدر يمارس رياضته عم يخسر هويته صحيح هو لما يخسر هويته يعني هيدا الشي بيعمله كقابة كمانا بمحل من الأوقات حيبطل إذر يكون عنده انتاجية عالية طبيعي يعني هيدا شي متعارف علي أنه لما الإنسان بيكون على نمط معين بوظيفة معينة أو بهوية معينة وفجأة بيقف بيكون صرع مطرح تاني بتشكله نوع من الكقابة أكيد مفتر يكون في شي بديل يعبيله هالوقت ويعبيله هالطموح يلي كان هو يماشي فيه بأي مكان تاني بأي حقل تاني هيدا في عامل نفسي هون بيلعب ومنشتغل علي دايما حتى ما يصير فيها التغيير الواسع بين وين كان وين صار في صور معنا خلينا نشوفهم في صور هاتلا نشوف ايه هيدا الصورة كتير حلوة عزيزة علي مع طوماس بخ رئيس اللجنة الولمبية الدولية نعم وهلي شباب وصبايا باليوم العالمي للسلام الرياضي يلي كان بسحة النجمة ببيروس سنط الماضي هيدا أعزة صورة مرأة مبنى نادي الأدب والرياضة ومنشآته حلا رئيس اللجنة الولمبية الحالية جان همام والأسبق طوني خوري هيدا بأحدى التكريم الأبطال أبطال لبنان هيدا الهيئة الإدارية لنادي الأدب والرياضة يلي الشرف أن يكون مسؤول الأول عنه ورفع العالم اللبناني بالألعاب الأولمبية وهون العالم اللبناني متصدر الأعلام كلها وهيدا كان مدعاة فخر واعتزاز لإلنا يعني أنا كل الحلقة وما أرى ضحكتك إلا بس تبرشت على هالصور فعلا حلو أنه أنه هيك نكون عايشين فعلا يعني هيدا الحياة اللي هلأ فقدين لها صعبة كتير يعني قدي هيك منيحة اللي عنا هالصور نتفرج على إنجازاتنا على هالذكريات الحلوية المتأمل أكيد نرجع نشوف صور من بعدها لنشاطات جديدة أكيد إن شاء الله طبع الحياة ما رح توقف شو ما كان بس تستمر بوطيرة مختلفة صحيح وبنمط جديد وإن شاء الله إنه نقدر نكمل هالرسالة نحنا كمسؤولين إداريين رياضيين هاي رسالة بالنسبة لألنا لأنه نحنا يعني ما عنا شي نجنيء إلا نشوف لعبيننا يلي ينه بيكونوا قدامنا على منصات التطويج ورافعين العالم لبنان هيدا أحسن هدية وأحسن مردود لألنا إن شاء الله إنه بتكون في صور حلوة بالمستقبل ما أثرت كثير كثير على حياتنا الرياضية والاجتماعية ببلدنا هلأ شو بيمنع يكون في نشاطات رياضية ولكن بلى جمهور بيمنع لأنه الرياضيين عندهم احتكاك بين بعضهم شو في خد الرياضة عنا بيقولوا إنه لعبة كرة الطولة لعبين بعاد عن بعضهم على طرفي الطولة لكن الكرة بتروحوا بتجي وبتقلب وبلما بإيده وبيرجع بتلقت شي من عرقه بترجع بتتبادله لللاعب الآخر يعني كله في حذر الألعاب الإتالية كلها فيها احتكاك حتى الألعاب الجماعية في مكان ما إنه بيقربوا لبعضهم إن كان بالبسكتبول بديوا يقدر يقضوا بالطابة من لاعب الخصم بديوا احتكاك جسدي بيصير كمان شوفي لحد يطوين والأدى قريب والنفس عن نفس وما فيه يقدر يعمل رياضة بالماسك أو بكمامة أو بعازل صعب كثير بتأثر على التنفس عند الرياضة لأنه هو بحاجة لأكسجين أكتر لما يكون عم يعمل مجهود لونك صعب كثير الكمامة بالممارسة الرياضية عم تشوف أندي رياضية يعني أوقات بيفتحه وأوقات بيسكره حسب قرار الوزير أدي هيدا الشي برأيك إنه إنه نفتح أندي رياضية شوفي فتح المرافق الرياضية وجهين وجه تجاري ويلي كثير بيركدوا إنه يضل ماشي ومفتوح أهم بكثير من إنه نادي رياضية اللي هو مثل الجيم مثل دور الحضانة مثل الأكاديميات يلي بيعتبروا إنه هايدي مورد رزق لكثير من العيال ومن الناس بالحد الأدنى خلينا نفتح وخلينا نكون نحنا آل شي ممكن خسائر إنه نفتح من وقت منسك من وقت بوقت يلي أنا بشوف هيدا غلط يا أما يتسكر كل شي بنفس الوقت حتى الأندية الرياضية بقوات بيسكروها وبيكون غير شي فاتح وما بيقل ضرر عن الأندية الرياضية يعني وأنا كان عندي هون موقف بهذا الاتجاه إنه ليه بدنا نفتح الأشياء اللي ذكرتها ونظلنا مسكرين القاعات والملاعب الرياضية أنا بشوف إنه إذا بقي الوضع هايك ومتل ما شايفين إنه شكلة فالتة العملية بالنهاية مثل دول يلي فكرت قبلنا بكتير بهالانفتاح هيدا مثل السويد مثل غير دول ما سكروا شي أبدا وتركوا الأمور مثل ما هي يمكن الأمور طبية تعطيهم نوع من المناعة الأسرع بيروح بيروح بيتحملوا البدنية تحملوا لكن الحياة بدأ تمشي ويمكن هايك بيشوفوا إنه الوصول لمجتمع أنظف أسرع مننا نحنا بالوقت صحيح وهون علينا الخيار نحنا نحنا لدينا مشكلة أكبر بكتير من قصة كورونا هي الوضع الاقتصادي والمعيش يقول لك الناس إذا ما اشتغلنا هيك هيك نحنا وضعنا صعب وتعبنينا لا نموت من كورونا وما نموت من الجوع وفي ناس عندها غير وجهة نظر يعني البلد ما نستابل لنا لسياسة طبية اقتصادية واضحة المعالم وواضحة الأهداف ما عنا شي عايشين بالوهم مثل ما كل الناس عارفة وما رح ننق كتير النق النق وشعل اهي يعني ما فينا نحط إلا شوية أمال وإيجابية اليوم الرياضة كتير مهمة بحياتنا ما فينا نتخلى عنا وما رح نتخلى عنا رياضة أبدا ان شاء الله هيك بإذن الله انو الوضع الصحي شوية يساعدنا بهالوباء نقدر شوية نسيطر على هالوباء بشي طريقة مع انو هلأ قفتنا بمرحلة التفشل العالية جدا يلي ما بعرف قدير رح تدوم يعني فعلا صرنا قبل كنا نقول انو ما بنعرف انو ما بنعرف حدا عنده كورونا نعرف كتير ناس عندهم كورونا لقطين الفيروس فما بنعرف اي ماتا بيوصل لدور لعنا يعني وبالنهي قالنا الحيمة شو بنا نقول ما فينا نقول شي بدأت أتقبل كل شي ببسمة مئة بالمئة بدأت عيبي صراح إليك إيها ببسمة نتقبل كل شي ببسمة وبدنا رياضة ترجع لمحلة بدنا رياضة ترجع النشاطات الرياضية يرجعوا بالفعل ما فينا بقى نتحمل الحياة بلا رياضة وبلها الحلول بلاها الشمس بحياتنا اللي هي الرياضة والنشاطات الرياضية وفعلا نرد حقهم للرياضيين لأنو ما منهم نقدرين بقى يكونوا بلا هويتهم أكيد إن شاء الله الله يسمع منك رح نيقص نحن رح نظلنا بالخط الصحيح يمكن تتأثر شوي نفسيتنا بس مش لازم تتأثر شوي بدنا أو الأجسامنا تتأثر بحكم بس إنه مفترض إنه نحن نحن نحافظ ونقشع بكرة نظل نقشعين بكرة فصحة الأمل هي أهم شيء بالحياة بأذن الله بأذن الله أستاذ سليم الحاج أولى شكرا كثير على وجودك معنا ويعطيك ألف عافية ونتأمل هكي عنا قريب نبلش نرجع نشوف نشاطات حلوة تفارفح لنا قلبنا وهيكي نعمل حلقة لحتى نشوف شو عنا نشاطات وقدم عجوئين عم نحضر بأذن الله شكرا كثير على وجودك معنا نسي كثير شكرا لكم شكرا له النور يا أهلا ربنا وهبنا وإن شاء الله أنه بتكون مرحلة وبتقطع يا رب بأذن الله مشاهدين عبريكم نجع بعد اشتركوا في القناة